من جديد أصعد الله صباحكم دائما بكل الخير الأهل الأحبة من يتابعون في هذه الصباحات الطيبة والخيرة والمباركة كما تحدثنا قبل قليل الأساد دكتور بشار تليلان ضيفنا في هذه الصباحات عميد كليت الأميرة عالية الجامعية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية نتحدث عن الإعداد وتحضير لمؤتمر طلبة الجامعات وبعنوان على غاية من الأهمية نتحدث عن الأوراق النقاشية أو التحول الديمقراطي والأوراق النقاشية الملكية يحمل أبعادا عديدة وكثيرة لا تكفي هذه الإضاءة إن تحدثنا عن الجلسات وعن الفكر التي قامت به جامعة البلقاء التطبيقية وأيضا كليت الأميرة عالية للإعداد والتحضير نتحدث عن سابقة لها علاقة بالطلبة الجامعيين بمختلف الدرجات العلمية كل ذلك وأكثر من خلال أتفاصيل الأستاذ دكتور بشارة ليلان أسعد الله صباحك بكل الخير يسع الصباحك شرفنا بقدومك سيئة وأهلا وسهلا وبداية أشكر التلفزيون الأردنية وبرنامج يسع الصباحك على هذه الاستضافة وعلى هذا الاهتمام حقيقة بمؤتمر طلبة الجامعات الأردنية وصباح الخير برنامج يوم جديد دائما يسعى لأن يكون هناك إضاءات عديدة حتى وإن تحدثنا عن المساحة التي تمنح للمؤسسات الأكاديمية الصروح حاضرة جامعاتنا الأردنية نتحدث عن هذا المؤتمر الذي يحمل هذا العنوان المهم خارط الطريق من قبل فييدنا وضعها للنقاش نتحدث عن سابقة توجه إلى طلبة الجامعات تحديدا بهذه الأعداد الكبيرة هذا جهد يثمن لكم بالإعداد والتحضير نتحدث عن كل هذه التفاصيل أشكرك أستاذي مؤتمر طلبة الجامعات الأردنية جاء تحت عنوان الأوراق النقاشية الملكية والتحول الديمقراطي في الأردن حقيقة يعني طلبة الجامعات الأردنية فئة لم تحظى بالاهتمام بالبحث العلمي دائما البحث العلمي موجه دائما لأعضاء لهيئة تدريسية لكن ارتأت جامعة بلقات الطبيقية ممثلة بعطوفة الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي أن يوجه هذا المؤتمر لطلبة الجامعات الأردنية بمختلف الفئات نتحدث عن الدبلوم المتوسط نتحدث عن البكالورس نتحدث عن الدراسات العليا طبعا هذا المؤتمر موجه هو مؤتمر بحثي يتناول أوراق النقاشية الملكية طبعا جامعة بلقات الطبيقية تبنت الأوراق النقاشية الملكية والكل يعرف الآن ما وصلت إليه جامعة البلقات الطبيقية من مستويات متقدمة في الصحيفات العالمية الآن هو نتيجة تبني الأوراق النقاشية الملكية أذهب إلى المؤتمر طبعا المؤتمر له أهداف ورسالة ورؤية أيضا ورسالة ورؤية ومحاور طبعا وأيضا هناك تعليمات للمشاركة وحقيقة نتمنى صحيح نتمنى أن يكون هناك اهتمام كبير جدا من الجامعات الأردنية بفئة الشباب الجامعي للمشاركة في هذا المؤتمر اسمح لي أن أستمر تواجدك في هذه الصباحات وهي فرصة مهمة دكتور بشار عندما نتحدث عن الأوراق النقاشية الملكية يذهب البعض بالتفكير إلى أن هذه الأوراق قد تكون موجهة إلى النخب السياسية أو الساسة تحديدا أنتم ذهبتم أعمق من ذلك إلى مكنونات هذه الأوراق النقاشية التي أرادها سيدنا الله يطول بعمره لأن تكون حاضرة ما بين ذهنية وعقول شباب وشبات الوطن وهذا ما أردتم الذهاب إلي نتحدث عن هذه الفئة نعم صحيح يعني جلال سيدنا طبعا اهتم بفئة الشباب وفي كل مرحافل الدولية والمنابر الدولية دائما سيدنا يتحدث عن فئة الشباب وأن فئة الشباب هي القادرة على إحداث التغيير والإصلاح في المجتمع نعم لذلك فيه هناك اهتمام غير مسبوق بفئة الشباب وهي القادرة على الأحداث وتبني حتى النهج الديمقراطي والتحول الديمقراطي نعم صحيح فئة الشباب ما زالت لغاية هذه اللحظة لم تحظى بالرعاية المناسبة من قبل الجامعات الأردنية وأقصد الرعاية المناسبة هو موضوع الأوراق النقاشية الملكية والبحث العلمي وأيضا فتح المجال للشباب الجامعي أنه يعطوا آراءهم بهذه الأوراق نحن بدنا نسمع على الرأي والرأي الآخر وبدنا نحترم آراءهم وبالتالي هذا الموضوع مطروح للنقاش جميل إذن كيف ينظر الطلبة الجامعيين إلى الأوراق النقاشية بممارسة وترجمة عملية قد يكون هذا من الأهداف الرئيسة للمؤتمر نتحدث عن المؤتمر الجلسات الأهداف المتعددة أيضا كما أشرت إليها طبعا هناك أهداف كثيرة للمؤتمر من هذه الأهداف الصحيح هو استعراض المحاول السبعة للأوراق النقاشية الملكية وكما معروفه هي سبعة أوراق نقاشية الهدف الثاني هو الوقوف على دور الشباب في مفهوم الديمقراطية الوعي الديمقراطي الثقافة الديمقراطية أيضا نتحدث عن دور الجامعات الجامعات أيضا لها دور في مفهوم الديمقراطية احترام الرأي والرأي الآخر هل تم الأخذ فيها أيضا تبادل الأراء والمعارف ومشاركة الشباب الجامعي الصحيح في موضوع الأوراق النقاشية وأخيرا الصحيح الذي هو تبادل الخبرات ما بين الطلبة أنفسهم في موضوع البحث علمي للاستفادة منها في ترسيخ الثقافة الديمقراطية أو التحول الديمقراطي سيدي انتحدثنا عن الثقافة والتحول الديمقراطي كما أشرت وطالبت الجامعات هل سيكون هناك محور رئيس من خلال المؤتمر يتناول انتخابات مجالس الطلبة على سبيل المثال كحالة ديمقراطية داخل المؤسسة الأكاديمية وكيف نبني عليها باحترام الرأي والرأي الآخر وأيضا الأفكار والأبعاد الفكرية الجامعية بنفس الوقت عندما تحدث عن الأوراق النقاشية الأوراق النقاشية الملكية الصحيح هي استشراف للمستقبل وورد فيها الكثير من المضامين سواء المضامين السياسية المضامين التربوية المضامين الاجتماعية حتى المضامين الثقافية وحتى المضامين الدينية لكن احنا حددنا الطلبة في محاور في محاور رئيسية لكن هذا لا يعني لا يعني إذا هناك مشاركات من قبل الطلبة لم يرد من ضمن هذه المحاور فما فيش عندنا أي إشكالية من ضمن هذه المحاور الأساسية المحور الأول هو تعزيز قيم المجتمع الأوردني قيم المجتمع الأوردني التي وردت في الأوراق النقاشية الملكية قيمة التسامح وإذا إحنا الآن نرى موضوع التسامح كل ما نوعا يختفي أولا بأول أولا بأول في القضايا كثرت والمشاكل كثرت بين الناس زمان كانت أي مشكلة تحدث بين الأشخاص بالتالي دائما هناك بيكون في شريك أساسي لحل هذه المشكلة مفهوم التسامح مفهوم احترام الرأي والرأي الآخر إحنا الآن بأشد حاجة لهذا المفهوم الصحيح أيضا المفهوم إحنا أيضا تناولناه وركزنا عليه الصحيح وهو العمل اجتماعي التطوعي والمقصود بالعمل الاجتماعي التطوعي قيمة فقدناها والآن نحن نحاول نعمل على أحياءها مرة ثانية والمشاركة مع الناس في العمل التطوعي نحن بحاجة صحيح للعمل التطوعين هذا بالنسبة للمحور الأول المحور الثاني وهو دحر الثقافة المجتمعية السلبية هناك الآن يجعنا أشياء سابقة ما كانت موجودة في المجتمع الأولدني على سبيل المثال العنف التطرف التغول الخوف التردد وهذا الصحيح جلال السيدنا ركز عليه أنه إحنا هذه المصطلحات السلبية دخيلة على مجتمعنا فبالتالي إحنا بدنا نحاول نعمل إعادة مرة ثانية أن يتم لفظ هذه الممارسات السلبية محور رئيس كما أشرت دكتور بشار تكنولوجيا التواصل والاستمارها أيضا بشكل إيجابي من خلال المؤسسات الأكاديمية وأيضا بفكر له علاقة بالتحول الديمقراطي وارتباط مباشر بأوراق النقاشية الملكية سيكون حاضرا نعم نعم نحن لدينا الآن محور هو متعلق بتطوير العملية التعليمية والمقصود بالعملية التعليمية اللي هو الطالب والمعلم والمنهاج وهذا أيضا جلال السيدنا ركز عليه كثيرا في أكثر من وراقه ترددت هذه الأشياء أكثر من أربع مرات تقريبا بالنسبة للمعلم والطالب والمنهاج وأيضا المؤسسات التعليمية الجامعة والمدرسة الإبداع والابتكار التعلم والتعليم الإلكتروني وأيضا الفضاء الإلكتروني من كل هذه المضامين ركز عليها لجلال السيدنا وإحنا إن شاء الله في هذا المؤتمر سوف يتم التركيز على هذه المضامين سيدي كيف يمكن أن نطوع تكنولوجيا التواصل هذه فرصة أيضا لنتحدث من خلال المؤتمر ودكتور بشار كليلان أن نطوع تكنولوجيا التواصل الاجتماع التي تكون بيئة وحاضنة للفكر الإيجابي وقبول الآخر والتعددية دون تجريح دون إيساءة تبادل الأفكار تبادل الخبرات والممارسات أيضا هل سيكون هناك سؤال أو محور أو مشاركات قد يكون هناك أوراق بحثية من خلال المشاركين أو أعضاء الهيئة التدريسية حقيقة نتحدث الآن عن التكنولوجيا وسلبيات التكنولوجيا وإيجابيات التكنولوجيا التغيير حاصل حاصل نمر الآن في فترة تغيير وهذه فترة تغيير قد تحمل الصفة السلبية والصفة الإيجابية لكن للأسف اللي حاصل عندنا الآن نركز على السلبيات أكثر من الإيجابية أصدر فبالتالي أعتقد أنه التكنولوجيا إلها نوع من الجذب للشخص اللي يحاول يعبر عن رأيه لأنه لم تتاح له مسبقا للتعبير عن رأيه في منابر فبالتالي هو وجد هذا هو المنبر الوحيد للتعبير عن رأيه وهذا التعبير قد يسي فيه الصحيح فبالتالي على مؤسسات المجتمع صحيح تصحيح هذا المسار وهذا يحتاج الصحيح إلى جهد إلى جهد وعمل أنه المناسبة الجمعي يعول عليكم كثيرا أصحاب الخبرات والعقول الأكاديمية سيدي قبل الختام وهذا سؤال دائما يلازمني عندما نتحدث عن المؤتمرات المتعددة بمختلف الصنوف الأكاديمية أو المشاركات دائما نتحدث عن توصيات مخرجات أي مؤتمر هل ستكون حبيسة الأدراج؟ هذا موضوع على غاية من أهمية نتحدثنا عن الممارس نتحدثنا عن تطبيق العمل الآن حقيقة أنا كنت أترك هذا مفاجأة للمشاركين في هذا المؤتمر نعم يعني في بالنا بعد ما ينتهي هذا المؤتمر أنه نخرج في مجموعة نسميها مجموعة حوارات طلبة الجامعات الأردنية الأوراق النقاشية الملكية بمناسبة هو الانتخابات النيابية الآن وانتخابات البلدية هذول الطلبة المتميزين يلفوا على الأرياف والمدن والقرى يتحاوروا مع فئات الشباب لأنه فئات الشباب وفئات المجتمع المختلفة فبالتالي إحنا يعني في بالنا صحيح أنه إحنا ينتج عن هذا المؤتمر فئة من الشباب يعني تقوم على مدى أربع شهور خمس شهور بالذهاب إلى الأرياف والمدن والقرى جميل جميل إذا سيكون هناك جولات هذا ما سنكتفي به بختام هذه الإضاءة الصباحية ونترك هذه المفاجأة إلى وقتها هي توصيات ومخرجات هذا المؤتمر المهم وجامعة البلقات تطبيقية الأستاذ دكتور بشار إتليلانفي كلمة أخيرة سيدي حقيقة أنا ودي أشكر صحيح جمعي الشباب الأردن لمشاركتها الفاعلة في هذا المؤتمر وهي شريك أساسي لكلية الأميرة عالي الجامعي وجامعة البلقات تطبيقية قمنا في العام 2014 في إقامة المؤتمر الأول وهذا المؤتمر الثاني وأيضا شاركونا شاركونا في هذا المؤتمر شكر خاص لجمعي الشباب الأردن نعم سيدي الأستاذ دكتور بشار إتليلان عميد كلية الأميرة عالية الجامعية تابع لجامعة البلقات تطبيقية شكر موصول لك سيدي لا نقول ودعم بلقاء للقادم من الإنجاز ومن العطاء بإذن الله تعالى نتمنى لكم دائماً التوفيق شكراً أشكرك سيدي إذن أعزائنا إلى فاصل قصير ونوصل معكم فضلوا معنا